اشتركوا في القناة نفقات ديالي الخطوة التالتة هو انني نتعلم دائما نكون في تعلم مستمر من الاخر لان التجارب الاخرين هي اللي غادي يتعلمني وتخليني انني نطور من ذاتي ومن نفسي وبنسبة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة قلنا الصحح النظرة ديالك الى المال الصحح النظرة لانها مهمة بزر اللي قلنا انها تكون على شكل فكرة اللي تتفاعل في العقل ديالنا وانفوة تتهبط للقلب ديالنا فهنا يبدأ تدير الجذور ديالنا تدير الجذور ديالنا وهنا تحتاجوا للطاقة وهذه الخطوة الخامسة وقفنا عند الطاقة اذا قلنا الفكرة كتكون فكرة ها حدها العقل طالما هي حدها العقل بقى ضعيفة ضعيفة ممكن تطير ممكن اي ريح اي حاجة السافرة تنسينا فيها وغد يمدزل مشكل اي حاجة بعد ديالنا ولكن اي رجل يمسكي لها اي رجل اي حاجة واحد صفان على الصحيح وغد يمسكي رأس المال لماذا لا بد ما وصلتش لقلب عندما يصل للقلب المستمى هو هناك كينات تربة اللي كانت تنبت فيها وقدت تطرعرع وقدت خسر رعاية قد ينشأ واحد طاقة هذيك من تلاحم فكرة زائد العاطفة تساوي طاقة هذيك الطاقة هي اللي غدت تحرك راه تخليها تخرج للواقع هشي كي حركت السيارة راه هو الطاقة الطاقة شناه هو ذلك البنزين لما كيتعرض للحرارة كيتحول إلى حركة هذه الحركة نتيجة الطاقة إذن تقرر العالم كله طاقة بالمناسبة إذن هي اللي غدت تحركك وغدت تخليك دفعك باش تفكر طريقة إيجابية وباش فعلا واحد تخرج من المنطقة اللي انت فيها اللي ما بقيتش راضي بها وابقيتش مقتنع بها ودائما كتتألم لواحد لازون لواحد المنطقة اللي ان شاء الله غتلقى فيها نفسك غتلقى في إمكانياتك وقدراتك المنطقة اللي غدت تحقق فيها أحلامك المنطقة اللي غدت تقوى فيها علاقاتك المنطقة اللي غدت تحسس فيها أنك فعلا تستاهل كل خير وتستاهل أنك تعيش حياة زوينة اللي كنت دائما كتتحلم بها ودائما كنت كتتمنها وهي المنطقة التي ستبدأ تكتشف فيها مزيد من إمكانيات القدرات ولذلك مرة واحد تسألني قال يوساد كان سمعك تتكلم عن إمكانيات القدرات كيف تكتشف إمكانيتي وقدراتي قلت ورّت رأسك كيف تكتشف إمكانيتي وقدراتي تصير أبعد من الحدود ديالك كيف تفسد أبعد من الحدود كيف يقدر يمشي أبعد من الحدود دياله كيف نفهمه واحد مثال بسيط واش عمرك جربتي خرجيك تجري وحاولت يجري بلافيتس ديالك القصوى وحسيتي برأسك ووصلت إلى الأقصى ما يمكن وكتنهج وقلت ما نوقفش وبقيتي غديك تجري حتى تحتك هذيك اللحظة فاش انت كتجري واسخفتي وبقيتي غديك تجري وبقيتي غديك تجري والخطوات ديالك غايب داوي التلاج لغات بدأت تطيح وبقيتي كتجري حتى تحتك فعلا يعني بقيتي تقدر تزيد خطوة رحضة تحتك الناس اللي كيشوبوا العداء العداء الكبار الماراتونات كتلاحظهم كيجري كيجري وحلوقتك يتلح كيوصل الخط النهاية وكيتلح هذك الأداء ووصل الطاقة القصوى دياله وليكش من طاقة قصوى الطاقة القصوى دياله في ذاك الموقف انتبه انتبه لما تجري وتسخف وتطيح رمشي طاقة القصوى ديالك إلى الأبد طاقة القصوى ديالك فهذاك الموقف علاش لقاش مني غدي تدرب مزيان على الجريء ستجدنا مسافة طول من هذك وبقي مازال قادر تزري كتر داليال لأن ديك تاقة القصوى خرافة تاقة القصوى اللي كي يرسمها لنا المجتمع تاقة القصوى اللي ربه والدية عن غيري قصد لما كانت أستاذ ديالي كانت يقولي انت انت ما عندك مع الرياضيات علاش لحقاش واحد نر مايت نصوب واحد معادلة وما صوبتاش تلامت ضحكوا لي والأستاذ قال لي يا جهده والديره كتبان ضعيف في الرياضيات هذيك ما مشيش بعيدك ما مشيش بعيد وربما الوليد ديال قلها ليك فاشجل الوليد تاكي راجع معاك رشي معادلة وما فهمتاش مرة اللولة وعاود شرح ليك وما فهمتاش وعاود شرح ليك مرة الثالثة وما فهمتاش ذلك بحط مرميقام مراق نتز بعد من يعطين انت كله وما عمرك ما غيرت فهم الرياضيات الحدود اللي اللي بجيز انتك تتكلم عنها لذلك انا كنت ذكر عدد ديال الحالات ومنهم غير اليوم الصباح واللول الوقت يسمح لي نقرأ ليكم ميساج ديال السيدة ربما جيبها فورصة اخرى وانا كنشكرها انا تواصلت معايا هي اليوم استاذة ديال التعليم الثانوي التأهيلي وليت زوجات في سنة ديال 17 سنة 18 سنة قصرا كتقول اتمنعت انها تواصل دراسات ديالها ثم اطلقت ورجعت ربما دراسات ديالها ورجعت كتتقرأ ديالها دكتوراه في الصيدالة ما شاء الله اتباك الله اذا استاذ خصنا الطاقة وذلك الطاقة منها ستخرج الواقع خصنا نحاولوا اننا نجاهدوا ونوصلوا الاهداف ديالنا وليك شي اللي بغينا شنين الخطوة السادسة الخطوة السادسة والاخيرة هي شوف شي حاجة كتقنا ولا تعلم شي مهنة وحاول تكون معلم فيها حقاش من بين امور للناس كيديروا بها الفلوس هي صنعة هي المهنة وكينا التجارة وبالمناسبة احنا اليوم غدين ندخلوا تتجارة دايما شي حاجة تتعلمها لحقاش كنا نتعلموا كيفاش نديروا التواصل مع الناس نتعلموا فنون الاقناع نتعلموا انواع دائما نتعلموا وما تزاقلش معاها اذا يعني من يدي واحد الهدف لازم اقصوا توكل على الله فاستاذ شكرا شكرا على حضور ديالك وحنا والله ما تنسخوا بالكلام معك يعني دائما تستخدم منك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة